ما وراء الخبر؟ الخبر أن واشنطن تعلن في اليوم الثاني لمفاوضات الدوحة بأن المتفاوضين ثلاثة خطوط حمر تحت كلمة المتفاوضين لأن ليس هناك وفد لحماس هناك فقط الوفد الإسرائيلي فمن هم المتفاوضون؟ تقول الولايات المتحدة الأمريكية أن المتفاوضين لا يريدون سقفاً زمنياً يعني إسرائيل لا تريد سقفاً زمنياً للمفاوضات شو يعني لا تريد سقف زمني؟ إذا كان البيان الرئاسي الذي صدر عن أمريكا ومصر وأمير قطر يقول إن هناك اتفاق وإن المطلوب هو التفاوض على الآلية التنفيذية ثم يضيف إن الوسطاء مستعدين لأن يقدموا هم اقتراح لآلية تنفيذية فهذا يحتاج ساعة ساعتين خمسة عشرة ماذا يعني أن المتفاوضين لا يريدون سقفاً زمنياً؟ يعني ما وراء الخبر أن أمريكا مدركة بأن المفاوضات لن تصل إلى نتيجة وأنها تبحث عن تمديدها وعن تأجيلها ونمر يوم السبت يوم الأحد يوم الاثنين ثم يقال الجلسة ستكون الخميس ثم نذهب ثم يقال المفاوضون لا يريدون سقفاً زمنياً طيب السؤال أولاً حماس لا تشارك في المفاوضات فمن أين جاءت كلمة المفاوضون؟ ثانياً ما هو المكسب الذي تجنيه حماس؟ هل أوقفتم المجازر مثلاً وقلتم بما أن هناك وقفاً للمجازر فبحد أدنى أضعف الإيمان أن يعني استمرار المفاوضات يخفف المعاناة هل أنه أثناء المفاوضات يدخل كل يوم ألف شاحنة؟ من المساعدات الإنسانية الطبية والغذائية وسواها إلى غزة لنقول لتستمر المفاوضات طالما أن أهل غزة يحصلون على بعض الغذاء وبعض الدواء وبعض الكساء من خلال استمرار المفاوضات ماذا يجني أهل غزة من استمرار المفاوضات؟ المزيد من القتل والمزيد من التدمير ماذا يجني الإسرائيلي من استمرار المفاوضات؟ المماطلة إضاعة فرصة الوصول إلى اتفاق تمهيع الأهداف التي من أجلها تجري المفاوضات والأهم المطالبة بتأخير الرد الذي قررت المقاومة وإيران القيام به على الاعتداءات الإسرائيلية الكبرى التي طالت الضاحية وطالت طهران والمنطق أن قوى المقاومة إذا تم التوصل إلى اتفاق فهي سترحم لأنه إذا تم التوصل إلى اتفاق سيعرف العالم كله أن الخشية من الرد هي التي جاءت بالإسرائيل إلى الاتفاق وأنه إذا تم الاتفاق ستفرح المقاومة أيضا لأنها ستذهب إلى الرد وهي مطمئنة بأن غزة لن يتم البطش بأطفالها ونسائها ولن تنزف دماءها بعد الآن وهي اليد التي توجع وهي الخاصرة التي يمكن أن تستهدف وبالتالي المقاومة يعني راغبة إيران راغبة بأن يتم التوصل إلى اتفاق وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق كمان ذاهب المقاومة وإيران إلى الرد لأنه عدم التوصل إلى اتفاق يقول إن عنجهية وغطرصة وعنصرية نتنياهو تحول دون أن يقبل اتفاقا وهو يشعر بأنه قوي أنه ضرب في طهران وضرب في الضاحية وأن الأساطيل الأمريكية هنا تحميه فيجب أن يتم الرد كي يدرك أولا أنها لا تحميه وأن كل هذه الأساطيل لا تغير في معادلة القوة وكي يدرك أيضا بأن ما فعله من اعتداءات بحق إيران وبحق المقاومة لن يمر دون عقاب وكي يدرك بأنه ليس الأقوى وأنه سيتلقى الضربات حتى يذهب إلى اتفاق فالمقاومة سواء هناك اتفاق أم ليس هناك اتفاق في كل حالة من الحالتين ردها له وظيفة وله مهمة وهو حاجة وهو ضرورة فإذا لنضع الرد جانبا ونذهب إلى المفاوضات والاتفاق طيب كانت الخطة يعني الآن السؤال ما هي خطة أمريكا أمريكا بلا خطة لأن الخطة التي كانت وفق السيناريو الذي رسم لعمليات نتنياهو ووافقت عليه أمريكا يقول أنه عندما يقتل إسماعيل هنية في طهران سوف ترتبك حماس وأنه بطبيعة الحال سوف يتم اختيار رئيس للمكتب السياسي لحماس من الخارج وعندما يستعرضون أسماء الخارج سيجدون أن بعض الأسماء يمكن أن تطلبها تركيا أو تطلبها قطر أو مصر ويكون هناك تأثير ونفوذ عليها أكثر من أسماعيل هنية الذي كان أقرب إلى بنية المقاومة في غزة وقائدها يحيى السنوار وكان هذا الرهان أحد أسباب قتل هنية وكان هذا الرهان أحد أسباب الحماس للمفاوضات لكن الذي جرى هو أن حماس بكامل أعضاء قيادتها وبينهم الذين كان يرغب الأمريكي والمصري والقطري والتركي بأن يأتوا إلى رئاسة حماس أن هذه الحماس قررت بالإجماع أنها لن تضعف وأنها لن تسمح بتحقيق أهداف اغتيال زعيمها اسماعيل هنية وأنها لن تسمح باستغلال وجود قادتها في الخارج للضغط عليهم ولذلك وجدت الخيار الأمثل بتعيين يحيى السنوار فأجمعوا على يحيى السنوار فطارت لعبة التفاوض لأنه مع يحيى السنوار أنت كيف تضغط عليه وهو في داخل غزة وأنت كيف تضغط عليه وهو لا يحتاج مسكنا ولا يتلقى مالا وحتى المساعدات التي كانت تعبر من المعابر هي متوقفة التي كانت تأتي لأهل غزة كي يضطر أن يقيم لها حسابا وبالتالي يحيى السنوار بنى حسابات المصلحة العلية لحماس وقال لا نزول تحت السقف الذي وقف عنده الراحل الشهيد اسماعيل هنية هنا فشلت الخطة المرسومة للمفاوضات صار المطلوب تكرار المفاوضات إضاعة الوقت في المفاوضات جاءت حماس قالت قبل المفاوضات نحن لن نذهب إلى المفاوضات اذهبوا أنتم أيها الوسطاء وتفاوضوا مع نتنياهو وهاتوا منه اتفاقا هو النص الذي عرضتموه علينا وقبلناه سواء في ستة أيار أو في قرار مجلس الأمن ومبادرة بايدن في اثنين تموز وعندما قبلنا قلتم نتنياهو قابل ها هو غير قابل لسنا نحن من يقول أنه غير قابل وزير حربه يقول أنه غير قابل وزير حربه يؤف جالانت يقول أنه سيخرب هذه المفاوضات نيويورك تايمز تنقل عن مسؤولي الوفد المفاوض أن نتنياهو سيخرب المفاوضات أكثر من ذلك إذا لم يكن سيخرب المفاوضات لماذا تخرج هيئة البث الإسرائيلية وتعترف أن نتنياهو أضاف مقترحات جديدة طالب بمعادلات جديدة وبالتالي فإذا المشكلة في المفاوضات عند نتنياهو وليست عند المقاومة المقاومة أنهت مهمتها فلماذا تمديد المفاوضات تمديد المفاوضات لأن أمريكا تعرف وهذه هي الحقيقة التي لا تريد أن تعترف بها تعرف بأن الرد الآتي من إيران وقوى المقاومة رغم الاعتراضات الأمريكية الصاروخية فهو سيصله إلى أهدافه وإلا السؤال إذا كانت الثقة لدى الأمريكيين بأنهم يملكون القدرة على إفشال الرد الإيراني وأن إسرائيل تملك القدرة على إفشال رد حزب الله وأن رد إيران وحزب الله سيكون بلا فاعلية بلا تأثير طيب ليش تمديد المفاوضات؟ أصلا ليش المفاوضات؟ دعوا إيران وحزب الله يردان وقوموا بصد الرد وعندها ادعوا للمفاوضات الدعوة للمفاوضات وتمديد المفاوضات رغم أن حماس لا تشارك فيها يعني يثير السخرية لأنه يكشف أن أمريكا وإسرائيل في قلق لا مثيل له من أن تتوقف المفاوضات ويعرف العالم كله أن سبب فشلها هو موقف نتنياهو الذي لا تجرؤ أمريكا أن تضغط عليه وأن هذا الفشل سيؤدي إلى منح الرخصة برد مضاعف لأن رخصة الرد الأصلية موجودة لدى إيران وحزب الله بمجرد وقوع الاعتداء الرخصة المضاعفة هي بأن المفاوضات فشلت وأن القتل في غزة مجتمر وأنه إذا لم يكن كسر أنف نتنياهو كافيا فيجب كسر أسنانه سلام القدس لكم وعليكم اشتركوا في القناة